اذا كان هناك من انفاق لا يمكن ان يتخلى عنه الاسبان فهو ينصيب عيد الميلاد فعلى رغم الازمة الاقتصادية كثيرون يتجمهرون امام متجر دونا مانوليتا الاشهر في مدريد الجائزة الكبرى ربحت اكثر من مرة والاسبان يعتبرون ذلك مؤشرا الينصيب هنا معروف جدا ويجلب الحظ وحان وقت شراء البطاقة الناس لديهم دائما الامل بالربح وعلى رغم الازمة يبقى املنا بالربح كبيرا عندما لا تكون الاموال متوافرة الناس يجاربون حظهم اكثر الناس يشترون الينصيب في الازمات هذا العام ايضا اربعة اسبانيين على خمسة سيشترون بطاقة العشرين يورو اكثر من مرة وقد يصرف كل منهم ستين يورو على الاقل على امل ان يربح جائزة جوردو الشهيرة والمرتبة الاولى تصل الى اربعمائة الف يورو وكما جرت العادة يجري السحب في الثاني والعشرين من ديسمبر حيث يلتقط الاسبان انفاسهم في انتظار الارقام الرابحة التي يعلنها اطفال من ميتم قديم غناء ينصيب وعيد الميلاد موجود في الحمض النووي للاسبان لا شيء في العالم يشبهه او يضاهيه في العام الماضي وصلت المبيعات الى مليارين فاصل سبعة يورو لا يوجد ينصيب بالعالم يبيع بهذا المبلغ ان هذا الموضوع متجذر في مجتمعنا وخصوصا اثناء عيد الميلاد ويتم اختيار الارقام بعناية بين الاصدقاء او افراد العائلة هناك ارقام تعتبر جميلة وارقام غير جميلة والناس لا يعتبرون ان كل الارقام قد تربح الارقام الاكثر شعبية هذه السنة هي تلك التي تنتهي بثلاثة عشر او احد عشر للاشارة الى انهاء السنة الحالية التي عصفت فيها الازمة بصفحة اكثر اشراقا